بلوغر مصري انتشرت فيديوهات كتير إله على السوشيال ميديا وبمجالات مختلفة من التمثيل والتقديم التلفزيوني وكتير من الفنانين العرب يلي بتابعوا كمان صح وكريم مسامن مصنف واحد من أفضل المؤثرين في الإمارات لـ 2024 واللي بتابعوا أكتر من أربعة ملايين شخص ويمكن في أي احتفالية أو فعالية غالبا كريم هو اللي رح تلاقوه بيقدم للجمهور كريم حيكون معنا بس أكيد بعد اشتركوا في القناة خلونا نرحب ألا بيت كريم وسامة في أخبارك كريم حبيبي أهلا سهلا إخواتي وصحابي والنهاردة جايين في وسط ناس بنحبها حسس من الأجواء حلوة مستمتع وفرحان والله بينا ندأ أكيد أول سؤال عندي كريم اللي هو صار من كم يوم كيف قدرت تكون أو تربح جايزة أحسن صانع محسن في الإمارات دي الجايزة الغالية على قلبنا جدا دي بناخدها للسنة التانية يمكن بنوريها الكبر يمكن دي من أكتر الحاجات الغالية على قلبي لأنها بتخلينا مش نقول جايزة على قد ما نقول مسؤولية أكبر لأنها بتحفزك أن أنت إزاي تكون قيمة للناس اللي بتتبعك والأسر اللي بتتبعك أطفال سيدات رجال أي أن كان الفئات اللي بتتبعك يا مسؤولية أكبر في أن أنت إزاي تحترم عقولهم وتقدم لهم حاجة يشوفوا من خلال أن أنت عندك حاجة تقدمها مش مجرد شخص مش قادر تضيف أو مجرد بتقدم حاجة وخلاص فكرة في صناعة المحتوى أنك إزاي تكون مؤثر بشكل إيجابي وتقدر تفيد الناس وتقدم لهم حاجة تحترم عقولهم وتحترم مشاعرهم برضو طب خيرا نرجع للبدايات يعني شو اللي يخليك تبلش صناعة المحتوى وكيف بلشت والله الموضوع جي من دراستي أنا خارج أكاديمية الفنون قسم تمثيل وخراج أول دفعيتي أربع سنوات وبعد كده دراسات عليا بعد كده مكمل ماجستير بعد كده موضوع كبر أكتر في أن أنت بتقدم إيه خارج الصندوق تخلي الناس تشوف أن الشخص ده عنده حاجة مختلفة الناس عندها حالة بورينج أو حالة النمة الناس بتمله بسرعة جدا ففكرة أن أنت كشخص بتحاول أنت تقدم لهم الناس بتحاول جدا تميل للشكل الجديد الفكرة الجديدة هي اللي بتكتذب الناس عمرك ما يتقدم حاجة عادية والناس هتقول لك الله برافو الحاجة اللي دايما غير متوقعة وخارج الصندوق هي الحاجة اللي بتخلي الناس دايما تحترمك وتشوفك أن أنت مختلف ويمكن ده اللي اعتمدنا عليه سواء كان تمثيل في المسلسلات اللي أنا شاركت فيها من أول بدايتي مع الوسوز عادة الإمام الفنال العظيم الزعيم لحد ما قدمنا إعلانات على سوشال ميديا لحد ما قدمنا حتى تغطية لبعض المشاريع الحكومية إسعاد دبي بوليس آمر سمارت سالم الكوميونيتي العظيم اللي احنا عايشين في دبي اللي دايما بيسعى للتطور ويسعى دايما لفكرة الشخص اللي عنده حاجة جديدة أو موهوبة أو عنده حاجة بتميزه بتفتح له أبواب عظيمة أوكي طب حكيت عن التمثيل والتقديم دي أعرف شو اللي بتفضل بينتهم والله بص الفن كله دايرة واحدة أنا أفتح إيدي للحاجة اللي بتمتع الناس طول ما أنا بشوف بسمة إخواتي زي ما أنا شاهد بسمتكو دلوقتي دي أسعد حاجة من نسبال إن إحنا نخلي الناس اللي بتتفرج علينا مبسوطة ونقدر نرسم على وششهم ابتسامة لطيفة بقيمة بتقدر تدفالهم سواء القيمة دي كانت في تمثيلك إنك بتقدم قضية أو بتقدم موضوع تخلي الناس تتعلم حاجة وبيبع عندها وعي إما من خلال قيمة على السوشيال ميديا تخلي الناس تحترمك وتقول الراجل دا عنده حاجة مختلفة أو من خلال حتى وإنت بتسوق شغل أو بتقدم براندينج الحاجة معينة إن تكون الحاجة دي فيها صيختك الأول إنك تكون شخص أمين على الناس اللي بتتبعك ووصكين فيك وبتقدمهم بشكل محترم عقولهم ومحترم شخصيتهم يعني كريم شكرك على توجدك معنا وإنه واركنا اليوم بيد اللقاء اللي بيخلص في ساعاتها دا خلصنا من قبل ما نبتدي أهلا وسهلا